وعشان كده مثلا من الخطوط الحمرة في القصة ان يكون احد الزوجين بيتعاطى مخدرات مثلا فييجي زوج مثلا عايز يقول لي زوجته انا عايزك تتسمح معايا يعني ايه تتسمح معاك؟ ان تقبل شربك للمخدرات وتقبل ادمانك انا عايزك تقبليني قبول غير مشروط وتتسمح مع شرب المخدرات لا يا سيدي انا بحبك لكن مش متقبلة لشربك للمخدرات وشربك للمخدرات لازم فيها وقفة ولازم الكلام ده لا يترك ليه لان انا مأمورة من الشرع ان انا وان كنت متسامحة لكن مأمورة من الشرع ولا تعاونوا على الاسم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان فانا مش هتعامل على الاسم والعدوان بس انت ليه مش متسامحة لا انا متسامحة متسامحة عشان كده انا حبيب وانا جنبك مساعدك فاذا كان التسامح بمعنى التغاضي فده مش من محل اللي أنا أتغاض عنه فشرب الخمرة وشرب المخدرات والعلاقات المتعددة وتسويق السمعة ده وقت مش من حاجات اللي أتغاض عنها لأن دي خطوط حمرة لأنها تفسد الحياة الزوجية وأنا شاف الناس بيقول الله يكريمك ريحت قلبنا وإحنا دلوقتي حاسين كده أن التسامح ممكن يساعدنا على الاتزان خاصة القاعدة العبقرية اللي احنا قلناها دي